أنا أضرب لكم مثالاً وهو مثال صغير أقول للذين يتابعون برامجي الذين أدمنوا على متابعة برامجي أخاطبوا هؤلاء وأقول لهم حينما تقرؤون الزيارات بعد إدمانكم على برامجي حينما تقرؤون الزيارات وحينما تقرؤون الأدعية وحينما تقرؤون القرآن وحينما تقرؤون أحاديث أهل البيت ألا تجدون أنفسكم أنكم قد انتقلتم إلى واقع جديد أنا أخاطب هؤلاء أنا أعرف الجواب هذا عملي وشغلي واختصاصي وهذه النتائج لا بد أن تكون لأنني أشتغل هنا لصناعة واقع يكون أقرب إلى الواقع المعصومي دائماً أقول من أنني أحاول أن أكون قريباً من المنهج اليماني أن أكون قريباً من واقع الحكمة اليمانية التي هي حكمة محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما إنني أشتغل على هذا الأمر كم أوفق كم لا أوفق لا أدري لأنني أيضاً مصاب بالقذارة أطوسية القذارة أطوسية تملأ رأسي فلا أستطيع أن أعطي ضماناً بأني سأنتج نتاجاً صحيحاً كاملاً إنما أعطي ضماناً أنني سأحاول ذلك بقدر ما أستطيع سأحاول ذلك لكنني لا أعطي ضماناً بالنتائج التي أصل إليها أعطي ضماناً بأنني سأحاول بكل ما أستطيع وصاحب الأمر شاهد علي رسول الله شاهد علي أمير المؤمنين شاهد علي الزهراء شاهدة علي دماء الحسين شاهدة علي أنني سأحاول بقدر ما أستطيع لكنني لا أعطي ضماناً بدقة النتائج وصحتها التوفيق من صاحب الأمر إذا وفقت أن أكون في حواش دائرة التفهيم فهذا أمر أتمنى أن أصل إليه إنني أسعى بكل ما أستطيع ودماء نحر الحسين شاهدة علي أتعلمون ماذا يعني أن دماء نحر الحسين تكون شاهدة علي علي أو على غيري أتعلمون ماذا يعني هذا فأقول للذين أدمنوا على متابعة برامجي أنا متأكد إن لم تكونوا جميعاً فإن الأعمى الأغلب منه حينما يقرأ القرآن فإنه يجد قرآناً جديداً وحينما يقرأ الأدعية والزيارات يجد أدعية جديدة هذه التي كان يقرأها سابقاً وفقاً للمذاق الطوسي القدر وها هو يقرأها وفقاً للمذاق اليماني للمذاق المهدوي بإمكاننا أن نعمق هذا الواقع وأن نوسع هذا الواقع لكننا نشتغل بحدود طاقتنا مع كل هذه العوائق والمعيقات والموانع التي يصنعها لنا الطوسيون من السستانيين والخوئيين والشيرازيين وغيرهم ترجمة نانسي قنقر